المزارع المصري هوريكم نموذك لزراعة الموز قدر يتغلب على مشاكل كثيرة جداً عنده في أرضه لكن الحمد لله في النهاية نجح إزايك؟ الله يخليك إزايك أستاذك أتعرف بيك اسمك وإحنا في إين هنا؟ أحمد سعيد عبدالقادر إحنا في إحنا؟ في عزبة العراض عزبة العراضي تبع إيه؟ تبع البحيرة إحنا في البحيرة؟ ده مركز إيه؟ يعني متمسكين بيه؟ والله هي زراعة في الأول يعني زراعة هي زراعة بتكلف أي نعم بس هي بتريح الإنسان كفلاح بس بيتتعبه في الأول من ناحية الدول يعني تتصرف؟ آه بس بعد كده فيها استقرار؟ فيها استقرار آه تقدر تمسك منها فلوس؟ تقدر تمسك منها فلوس فكويس آه فطبعا فين حسب ملوحة الأرض حسب جوفه الأرض آه يعني إحنا كان عندنا الأموية الأول كانت ملحة فيها مادة ملوحة آه فطبعا لما جبنا لو أنت عشان تقولي الأرض فيها ملوحة بتعرفها إزاي؟ الأرض بتبين على الزراعة آه على طبيعة الزراعة الزراعة تتحسنت معك مع الملوحة مع الأرض طبعا الزراعة بتبدأ تتحسن الملوحة فيه الموية فيها ملوحة والأرض طبعا بتتعبك فطبعاً الزراعة ما بتستحسنش معاك وما بتشتغلش معاك فطبعاً إيه التركيبة للجهاز طبعاً من حوالي قبل الجهاز انت في المكان ده بقى لك قد إيه المكان ده بقى لحوالي ته أربع سنين ربنا يا ربي بارك لك أول ما جيت قلت بسم الله الرحمن الرحيم أنا هشتغل زرعت إيه بقى؟ أول ما زرحت زرحت بطاطس محاصيل برضو زرحت بطاطس فراولة حاجات زي دي بس ده خلس ما عملت إيه بقى معاكو؟ الله ما صلاح على سيدنا محمد المحاصيل الأول كانت برضو هي برضو يعني كانت متحسنة أو ينعم بس ما كانتش لقى مش الإنتاج المرتفع برضو اللي هو يعني تمام فبتريدت تحس إن الأرض عندك فيها مشكلة فيها مشكلة من المياه عاوز تحله؟ عايز أحله فعملت إيه بقى؟ فجيبت الجهاز ده قبل الجهاز قبل الجهاز الجهاز ده ما تقوليش إن انت كده روح تقلت له ما أنا عايز دل توطر لا أكيد جربت حلول تانية صح؟ أنا طبعا تعبت في الزراعة طبعا الزراعة ما بدوش بالسهل طبعا أعفان مناشطات ملوحة فطبعا تحسل الزراعة معاك مصريف قول اللي انت بتقولي ده فلوس فلوس ما يقولي ده فلوس عشان تعالج الزراعة معاك ما حدش بقى من الإستشاليين دول قالك تعالى كده هات المياه نحللها تعالى نشوف التربة فيها ايه ما حدش حلل لك المياه بكده؟ ما حللناش اللمائي لا احنا مش عارق لا احتمال احنا حللنا اللمائي بس من فترة من فترة قيبة اه كانت نسبة الملوحة كم جزء في المليون بقى يعني نرتلنا مصرع يا سيدنا محمد آآ يعني 1200-1300 1200-1300 اه ألف ونص انا انا فرحان لي بقى انت بتسأل المزارع بتقوله ايه نسبة الملوحة كم جزء عندك فهو بيفكر معنى كده ان هو سأل ما هو ده مش شيء طبيعيا المفروض ان السؤال ده المهندس هو اللي جاوبك عليه بسرعة لكن المزارع لما حصلت عنده مشكلة ويحتار وابتده يدور ويتكلم مع الناس ابتده يعرف تفاصيل دقيقة مش بينة موجودة في المية او موجودة تحت ايه الارض صح من 1200-1500 جزء في المليون اه تدفع فلوس في مضادات املاح 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 تصرف ايه كل ده فرق يعني نجحك الانتجانيك حد بعد المصاريف دي كلها ساعات بتعدي ساعات ساعات بتعدي اه بس التكلفة عالية ما انت عندك الارض تعباء فانت لازم ان تجيب من الوحة ويجيب اعفان ويجيب من نشاطات عشان تعالج الزراع معا فدي فلوس فدي فلوس انت كده بتصرف فلوس زراعه بجنيه حيتكلف عشرة حيتكلف عشرة صحة كده مين بقى قالك على تكنولوجيا معالج المناطيس الديل توطر اول ما سمعت عنها مين من كان نكلمك عنها وعرفك بالجهاز والله احنا سألنا فيه ناس كانت بتتكلم على الجهاز ده فلما سمعتنا اللي هما بتكلموا عليه وجابوه ولقوا النسبة اللي هما بتتعادل عالجهاز فكلمناهم وطبعا بعثنا لهم والجوم ركبوا الجهاز هنا تمام يعني انت في جران شفتوهم بتكلموا عالجهاز اه بتكلموا عالجهاز تعالوا ركبوه اه لما سمعت عن الجهاز وسعره وشكله كنت مقتنع ان ده هيحل لك المشكلة هو اي نعم اي نعم هو الجهاز افضل من حاجات يامن كنت الان اكيد اه كنت الان ما هو الجهاز ده طب ايه الجهاز الان هركبه على الاموية حيتنطل الاموية حيخلي الاموية طب حيرفع الملوحة طب ايه مش لازما فيه برضو حاجات برضو استمران قدام لما شوفوا السلاحة تحسن معايا صح طبعا عادت تسأل نفسك اه لما جبنا الجهاز طبعا طب الزلاحة تتعدل عليك هو بقاله قدية عندك بقاله حوالي خمس ستة شهور في الحدود دي خمس ستة شهور اه في فرق طبعا طبعا الاموات عندنا برضو الاموات طبعا عند الاساس حمدي كانت مش اللي هي طبعا الخلف جنب الاموات ما كانتش يواخدة ايه براحة طبعا من ضعف الاموية طبعا انت بتحط النشاطات بتحط ملوحة بتحط عفان بتحط بتجيب تسميد كل ده ما كانتش معاك الاموية طالما الاموية نسبة الاموية معاك لو اللامسته لو ما صالillao compositions لو حلوة بتعدك من حاجات ي Hm بتوفر عليك حاجات ي keywords بتوفر عليك في التسميد بتوفر عليك في المنشطات بتوفر عليك في الجرعة الاملاح ثوفر عليك في حاجات الم ام они اول خمس ست شهور تدريك انت تحكم على النتيجة اه نحكم على النتيجة طبعا اللامسته على انتають الموزة هو تلموز طبعا احنا مربعor لاموات اهوة الاساس حمد مربع لاموات فالله مثلا عندنا فيه فرق إيانا أو فرق جامد